وفي ختام زيارته للولايات المتحدة أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي اعتزاز مصر بعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وخلل استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في مقر إقامته بواشنطن أعرب الرئيس سيسي عن التطلع لمواصلة العمل على تنمية أواصر التعاون بين البلدين الصديقين على جميع الأصعيدة خلال الفترة المقبلة مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تطوير التنصيق والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من جانب أعرب سوليفان عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن مثمنا دور مصر في تدعيم الأمن والاستقرار بمحيطها الإقليمي ومؤكدا الحرص المتبادل للولايات المتحدة على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات خاصة على صعيد التعاون الأمني والعسكري